المؤلف رحمه الله فصل لساكن صحنق للتحرك من ذي لينينات عين فعل كأب بسم الله الرحمن الرحيم أقرأي الله لساكن صحنق للتحرك من ذي لينينات عين فعل كأب ما لم يكن فعلة عجب ولا كبيض أو أهواب لا من علل ومثل فعل في ذا لعلالاسم بها مضارع وفيه واسم ومفعل صحيح كالمفعل وأليف الإفعال واستفعال الزل للإعلال والتلزم وحذفها بالنقل ربما عرض وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمضعول به أيضا قم نحو مذيع ومصون وندر تصحيح للواوي وفيه ليشتهر وصحيح المضعول من نحو عادة وأعلي لم تتحر الأجود كذا كذا وجهين جلف علم للواوي لامجمع نوفرد وشاع نحو ني من في نو ومي ونحو ني من شذو ذهون ومي صحيح الفصل المخصص في البداية للإعلال بالنقل وهو أربعة أقسام نقل حركة عين جعل إلى فائه إذا كانت عينه مؤتلة وقبلها ساكن صحيح أشار إليه بقوله لساكن صحيح نقول التحريك من ذياءة عين الفعل الثاني نقل حركة عين اسمه إلى فائه إذا كان يشبه المضايع في وزنه دون زيادته وفي زيادته دون وزنه وهو قوله ومثل فعله مثل يجعلها الاسم الثالث نقل حركة عين مفعول إلى فائه إذا كان مؤتلا وهو قوله نحو مديعا ومصون والرابة نقل حركة عين الإفعال والاستفعال إلى فائه بل عيوت قال رحمه الله لساكن صح نقول التحريك من ذي لينينات عين جعل إذا كانت عين جعل إلينا ونوياء فإنهم يستفقلون الحركة عليها فينقلها إلى الساكن الصحيح قبله وذلك مثل يقول أصوها يقول ويبيع أصوها يبيع نقلوا حركة الواوي في يقول يلقى في فائه الكلمة فسكنت الواوي فقالوا يقول ويبيع قال فيها نقلوا حركة الياء إلى الباء فقالوا يبيع لساكن صح لا بد أن يكون الساكن صحيحا فإن كان غير صحيح نحو عاين عاون عوق زين لا إدار فيها لأن الساكن قبله للصحيح إن كانت حركة المنقولة تجانس الحرفة التي نقلت عنه لا عمل فيها غير ذلك وإن كانت تخالفه جعلت حرف العلة مناسبة لتلك الحركة فإن كانت حركة المنقولة الفتحة جعلته ألفا وإن كانت حركة المنقولة ظلمة جعلته وإن كانت حركة المنقولة مثال ذلك أبانة أبانة أصلها أبيانة نقلت حركة العين وهي الياء إلى الباء ثم 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 أعلنت الياء ألفا لتحركها في الأصل وإن في تحرك ما قبل هذا الحق أصلها أبيانة كانت متحركة في الأول قبل أن تطلس كانت متحركة أبيانة فهو استغلت سنتين قال لي جعلته كافة في الأصل قبل النقل وإن في تحرك ما قبل هذا الحق خضع أهل قاعدة من واوي نوياء بتحركين أصل ألفا نبدل بعد فتح متصر وظهر قال بعضهم لفقت لها شروط الإجدالي لفقت تدبيع وظهر من التوقع كذلك تقول في في أعانة أبانة أعانة مثلها أعانة أعانة أصوأ أعونا أعانة أصوأ أعونا نقلت حركة اللواوي إلى العين فائل كلمة فسكنت ثم أبدتها ألفا لتحركها وفتاح ما قبلها في الحق أو تقول جعلناها مجانسة الحركة التي نقلت منها أظهر حركة منقولة منها ألفا ألفا جعلناها ألفا حركة منقولة منها فتحة جعلناها ألفا وكذلك في نحوي يقيم أصلها يقوم 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 نقلنا حركة اللواوي عين الكلمة إلى القافي فائل كلمة فسكنت الواوي والواوي لا فسكنت بعد الكثرة تصيروا يأم كالغازي والداعي نرجع إلى الأمر الأمر كلكم تقولنا قل ودع وخف قل أصلها أقول أقول تدخل لا فرق بينهم استفقل الحركة على اللواوي فنقلناها إلى القافي فاستغلنا على همزة الوصول القافي لم يعد ساكنه ثم قلبنا اللواوي جعلناه مدا لأن الحركة المنقولة منه مجالسة له هي ضمة لكنه في الانتقاء الساكن النتيجة بناء جعل قل وكذلك أصره بيع إبيع كبري فالقضيناهما فعل فيك ذلك وخاف أصره إخوف فعل فيك ذلك قالوا استثقال الحركة قال المستثقال الضمة والكسار لماذا استثقته فتحه فقال لماذا قال فيه استثقال أبانا لما تقول أبينا أقام أقوم قالوا حمدا على الباب على طريقة واحدة لماذا لم تستقل الضمة وفسر فيه دلوين وربي دلوين قالوا هذه حركة عراق تزدد على معنى ومتغيرة والمتغير لا يبقون هذا لبال له شرم قال ما لم يكون فعل تعجبه ماذا كان فعل تعجب لا يغيره لأنه يشبه أفعل في التفضيل لأن الوزن واحد والنزية واحد لكل ماذا المزية ما أكرام زيدا نزيل الأكرام من عمري نزيل الأكرام من عمري يزيل الأكرام من عمري ليد لدة حبيب لإستاذ لا يحن الضمة في إسم lahي عمري التفضيل ما لم يكن فعلة عجمي إذا كان ما أبيان الحق ما أقوم الطريقة لا نقل فيه لأنه يشبه أبعاد بالتضمين لأن كل هذه العلمزية والتفوق والوزن واحد ولا كبيضة يجب أن لا يكون مباعفاً لاني بيضة وسودة لو نقلت بيضة تقول باضة التبس معناً بمعنى باضة فاعلة مشاركة من البضارضة وهي لقصة البشرة ويقول تسودة نقلت تسادة صارت غاعلة مشاركة من عمل سد وكذلك يجب أن لا يكون معلن أهواء لأنه لا يؤمن بين العلالين لو نقلت في أهواء وقلبتها ألفاً افتقت مع الألف الأخرى أبقيها كما هي كذلك يجب أن لا يكون موافقاً لفعلة التي مر ذكرها نحو يحور يصيد لا نقل فيه لأنه سبقاً قلنا أنه لا تقلب فيه الواه والياء وألفاً لأنه المعنى المعنى أورى وحورى ونصيد لا يستحق الإعلان لأنه ما قبل حرب الليل فيه ساكن لم يكن المالك وكذلك قولكم أعواره الله ما قلتم ما لديكم دعالة عجل ولا تبيضة أو أهوة بلا من عللاء انتهى من الدين انتقل على النوع الثاني قاله ومذل جالاً فيه لأنه لا لشموضها مضارعة كذلك يقع على الآرب النقل في سم أشبه المضارعة في وزنه دون زيادته أو في زيادته دون وزنه مثال ذلك ما قام أصلاها مقوم مقوم بوزن يقرأ وفيها زيادة تنبع عن اسمية وهي الميم أولا مقيم بوزن يكرم يقوم بوزن يكرم مقيم بوزن يكرم وفيها زيادة تنبع عن اسمية وهي الميم في أولية هذا شابه الاسم شابه الجعل في وزنه دون زيادة الوزن المراد به الحركات والسكانة وعادة الحروف مقام فيقرأ في عادة الحروف وترطيل الحركات أو وافقه ووافقه في الوزن دون زيادة كما لو صوت من يبيع أو يقول على مذال على مذال تحلي قشر الجلدي قشر الذي يكون على الجلدي عندما يأزه قال له تحلي يا صوت على نذال البيع تقول تقويل قال من البيع وفي البيع تقول تبيع تبيع توقل الرياء معطلة انقل حركتها الرباء فتقول تبيع الاسم الاسم أشبه الجعلة في الزيادة وهي التاء في أول التاء من تكتب وتقرأ وقاله في الوزن لا يوجد في الوزن تجعل إلا شاء الله من تحسب في لغة تمي ماذا؟ فإن وافقه في الوزن والزيادة لا يعله كأبيض وأسود أبيض بوزن أقرأ وزنه وزنه جعل وزيادته لذل التكلم كزيادته لا يعله من يصف ووزنه أسود وأبيض وكذلك إذا خالفه في هنا مثل مخيط ومكيار ومسواك خالفه في هنا الوزن يخالف أزال الأفعال وزيادته خالفه وهو قوله ومفعال صحيحة كالمفعال انتهى ومثل فعل لماذا اشترطوا في الاسم حتى يعله بالنقل أن يشابه الفعل قالوا الإعلال في الأصل للأفعال لا يعله من الأسماء بهذا الإعلال إلا ما شابه الفعل قالوا لما يشترطوا من يخالفه قال حتى لا يظن أن كل اسمي أشبه الفعل يعله هذه قاعدة فاسبة والجواب الصحيح نقل على العرب تقويل فقل تقويل 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 التاء زائد والقاف فاء الكلمة والواو عين الكلمة الواو تحركت وهي عين الاسمي وقبلها ساكن صحيح توقل حركتها إليه والحركة كسرة كسرة تجعله لجالسها فقل تقويل وتبيع مثله تقويل العين واو تبيع العين واضح أنا قل ومفعال صحيح كلمة قال مفعال مسوات ومكيال يعل قال مفعال مثله لأنه هو هو نفسه كل ما فيه أنه يخف فيه لحلف الألف تقول مقوال ومقوال ومخياط ومخياط إن صحة مخياط مخياط معروف قال رحمه الله النوع الثالث ومثله ومفعال 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 وألف الإفعال واستفعال كذلك في نحو الإفعال والاستفعال إن كانت عينه معتلة تقول أقام أقوال 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 أعرفناك بوعدك قبل هذا نتيلي إقامة أصوأ إقوال كإكرام لا فقط نقلنا حركة الواوي عين الكلمة إلى القاف فائل الكلمة فسكنت الواوي وبعدها ألف الإفعال حرفنا إحداهما أيهم المحذوف قال السيبوي رحمه الله المحذوف الثاني عندما قلنا إقوام نقلنا حركة الواوي إلى القاف سكنت الواوي بعد فتحة خُلبت ألفا وبعدها ألف الإفعال التي في المصدر واضح حرفنا إحداهما قطعا لا يتوالياني قال السيبوي المحذوف الثاني والذلي الثقل حصلت لها لأنها الثانية أرحب زائد حق بالحال متأخرة لغاخر محل التغيين قال أخفش المحذوف الأولى والدليل أنه أعوض عنها التاء ولا يعوض إلا من أصل كزينة وعذة لو لم تكن الأصلية لما أعوض عنها ثم الثانية جاء بها لمعنى وهو المصدرية والزائد لمعنى حق بالبقاء أرحب ثم القاعدة في التقاء الساكين حلفوا الأول للثاني ذل أعتقد أنه جاء السيبويه بدغانا ضابا لجاء والأقتشي بدغانا ضابا أرى هنا قولي وآلف الإفعال ابن مارك رحم الله أيد السيبويه قال وآلف الإفعال واستفعال الاستفعال نتيه للإستفعال لاستفعال نقول فيه استقامة ونص استقومة نقلنا حركة الواوي كما سبقا استقامة أصوها استقوام أصوها استقوام نقلنا حركة الواوي إلى القاف سكنت الواوي بعد فتحتين فقلبت ألفا وضعتها ألف الاستفعال أيهم المحذون فكالأولى فرحب ونعيد هو نكفي نقول بعض من العربي صحيح هذا يقولون أغيمت السماء ويقولون أعول الرجل افتقر ويقولون استحول استحوالا ويقول استغيل الصبي يرضع وموت قال بعضهم بعضهم قال تعال بي الرائع قال لا يعزبوا عن البال أن المصدر خذ جعله صحة وإعلالا قياسا وشميعا استحولا شاذا استحوال شاذا استغيل شاذا استغيل شاذا أنا قولي وألف الإفعال واستفعال أزل للإعلال قال بعضهم إذا لم يكنوا فعل ذلاثين يطلين التصحيح نحو استد 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 الشاذ استنوقع الجمل يضرب للشخص الذي يخلط في كلامه ولا يوضح نحو أنا قولي وألف الإفعال واستفعال أزل للإعلال والتنزم وحذف هذا النقل ربما حذفها نحو إقام الصلاة وصنع أجابة إجابة وأراء إراءه وحذف هذا النقل وما لإفعاله من الحذف ومن نقل فمبعول كذلك دخلت النوع الضابع نقل حركة عين مبعول إلى الصاد ذائل كلمة فسكنت الواهو وبعدها الواهو مفعول أيهما حذفنا كالأول قال السيلة المحروفة الثانية وقال أخفش محروفة الأولى مبيع باع باع يبيع وصوها مبيوع وهي لغة عامة اليوم وهي لغة صحة تنمية يقولنا مبيوع ومعيون ومطيوب قالوا استرقوا الحركة على اليائي في مبيوع فنقلوها إلى البار فسكنت الياء حذفته حذفته ياء مفعول وهو مفعول فإن كانت المحروفة هوا وهو مفعول نقول قلب الضمة تكسر مبيع عندما سكني قلنا مبيع قلب الضمة تكسر لتصحيها وصارت مبيع أظهر فنقول نحو مبيع ومصر وندر تصحيح للواهو صنعا فرس مقبول ومسكن مدووف أي مبلو وفرس مقبول ونسكن مدووف وصوف صوف مصون هذا المثال صحيح بالتأكيد والتصحي لأيك كما بيؤ قال قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد معيون معيون بتصحيح فنقوله وما لإفعالين من الحذي ومن نقل فمبعول به يضنق من نحو مبيع ومصر وندر تصحيح للواهو وفي ترجمة نانسي قنقر